أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمخرجات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ والتي تم التوافق عليها وتمثلت في الإقرار وللمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ بقضية الخسائر والأضرار جاءت تصريحات مدبولي خلال اجتماع لمجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة وأكد مدبولي أن المقرارات الختمية للمؤتمر جاءت لتؤكد نجاح مصر ليس فقط على المستوى المتميز للتنظيم واللوجستيات الخاصة بمؤتمر المناخ وإنما أيضا على مستوى قيادة العمل الدولي الجماعي في مجال المناخ وهو ما يضاف إلى سلسلة النجاحات الدبلوماسية لمصر خلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء أيضا إلى الاجتماعات المكثفة التي عقدت خلال الأيام الماضية مع عدد من الوزراء خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية بهدف الوقوف على تطورات برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي لمساندة الاقتصاد المصري وكذلك البرامج المستهدفة لزيادة حصيلة البلاد من الموارد الدولارية وذلك على المدى القصير